البشر تحبس قبل كده في لبنان والبشر تحبس قبل كده في أمريكا الحمد لله بس شفت الفرق إيه بقى يعني شفت الفرق إيه لبنان وأمريكا لا يا بي لا ده بص برينز أمريكا لا يا بي برينز إنجليش I speak English بس الحمد لله الحبسة الحبسة في لبنان حلوه بس مش ثوابك لا مش ثوابك لا تقول لنا بقى عشان نحك يعني ما تأيدت نبدأ بلبنان نبدأ لبنان أنا كنت رايح أصور فيلم اسمه بحر النجوم فأنا يعني الموضوع جديد بالنسبة لي أنا سفر أصور بره في الله هنروح قلت لهم يا جماعة أنا مش هروح غير لما أبقى متطمن إن كل حاجة أمان عشان أقول لك مش عايف فيزا سياحة وفيزا عمل وأنا معرفش الحاجات دي قالوا لي أمان فأنا رايح بحلم بقى أنا هرجع النجمة مصر من السفرية دي فيلم ما حد تشافه برضه هو واضح إن أنت حظك حلو الحمد لله لا لا الحمد لله بس هو الفيلم اتعامل معاملة مش عارف فيلم أجنابي فساعتها كان بينزل ست سينات مش عارف إيه ومفيش دعايك وإيه المهم روحت إيه وارف المطار المهم عديت بالإقامة اللي هو أن أنا في القوتيل الفلاني في منطقة شبيل عدى وقت الإقامة دي خلصت روحت قدمت على أن أنا جدد فأنا تمام هسيبي الباسبور ويمشي بالورقة دي إزموع الفيلم كان واقف الفيلم فجأة اشتغل وما بقيتش داريان بحاجة انشغلت في الفيلم عدى بقى شهر مثلا شهر ونص والباسفور بتاعي عنده روحت هناك يا جماعة عايز الباسفور خلصت الفيلم بقى وعملنا مؤتمر صحفي أن فيه فيلم بيتصور وحاجات كده وأنا مش مدي إخوانا روحت للمبنى الأمن العام الباسفور لأ هنا لأ المكتب ده لأ المكتب ده ابتدأ إيه غيئي ينشف لأ أنت المبنى الثاني في الحالة المنطقة الواحد المكتب ده المكتب فجأة لقيت حد معايا رح بيكلم زابط فقال له مين دمائب لا إيه؟ عرفش أنا نفسي أعرف نفسي أعرف أه ومعايا واحد صاحبي مصري معايا في الرحلة يعني فمستنيني تحت وأنت بتسلم موبايلك أصلاً تحت فإيه قال له ده فروحتناديه اللي معايا قلت له هبقول إيه؟ عشان شكلها فيها حاجة فيه إيه؟ قال لي قال لي لأ مفيش ده هتستلم الفاسبور قال لي لأ مفيش حاجة قال لي لأ مفيش حاجة رحنا قعدنا في مكتب تاني قعد في ركن كده شوية رح نقل إني مكتب 17 فجأة لقيت كلب شات تحطت على المكتب أنا مليش ده مش بتاعتمش موضوعي مش بتاعتمش أكيد مش بتاعتمش فقعد بعين داخل واحد قال لي نفتح التحقيق وتقول له لأ تحقيق إيه؟ هو أنا ما عملتش حاجة قال لي لأ ما هو أنت كان فيه فيلم وبتصوره واسمه ما قلتش وجدبته ما قلتش وجدبته ما قلتش وجدبته وغيرت إقامتك ما إحنا لما بقى كان مننا الفيلم اللي قالت لبنان ومش حارف إيه؟ عيط بصراح عيط إيه؟ ما هو العيط في الآخر لسه المهم الراجل قال لي كذا 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 وبتاع يلا الكلب شات ولا مش عايف إيه؟ قلت له لأ معلش ثانية واحدة كلب شات إيه؟ قال لي لح تلبس قلت له لأ أنا أصلا أنا ابني نايس يعني وأنا عمري ما لبست كلب شات قبل كده فأنا مش هينفع يعني فبصيلي كده ورح تاك تاك عادي ما أسمعش أنا في لحظة أنا مش أنا نزل علي كده اللي هو إيه؟ ما فيش رأكشن خالص فقلم دي على أخوالك قلت له أنا ما أقول أنا أقولش حاجة عشو ما أمضي عليك يعني أنا عتعرفت إن فيه فيلم بس أنا ما عرفش إن فيه موضوع كبير لهم اللي قالوا لي كده روح أجيبه الشركة روح أجيبه حد قمضي قمضي فرحت مش عارف قمضي ما أنا أول مرة تكلبش فأعمال بأعمل كده فالمهم روح تبقية حل فأطلع إنزل جات ست حاجة برضو مهمة يعني في المبنى ده أنا واقف أعمل كده وجاب قميس جديد من لبنان بقى وراف علياقة وبتاعها كنتش مدي إخوانا فواقف عاملهم شمر واقف كده فجات ست سمعت صوت كعب فلاقيت ست واقفة محترم أوليها هيبة جبارة فأنا قلت دي أكيد أم وهتحس أكيد هتحس بي وجايباني من تحت كده بالفوق بتبص عليها بتشوفني يعني فأول معنيها جات لمحت إنها خلاص قربت الوشي فرحت واقف اللي هو يعني إيه أنا زي ابنك بس مش عايزة أقولها يعني خدوه نزلت نزلت سلم في سلم مش عارف المهم هو أنا خارج لقيت نفسي صاحبي واقف برا في الشارع فأنا عايز أمهد له الموضوع فأنا نزلت اللي خليت حدي نزلي بتاع الكوم فأنا شريف صاحبي واقف فأنا رح تبصت له أول ما خرجت له هتعمله كده عشان أنا هو بقى أصلا شخص لا هو متوتر جدا 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 يعني وعداني بالموضوع ده الوسواسة والحاجات دي فرق فأنا عايز أجيبها له الموضوع من الهادي عشان هو الوحيد اللي هيتصرف هو الوحيد اللي هيتصرف بالليلة دي يكلم حدي يشوف أبويا أي حاجة فهتعمل له لبن فرع ده واقف أنا ده اللي هينقذني فهو حقف عمد كده قال إيه ده آه ده ده متعور آه إيه ورح نزل بركبه على الأرض على الأرض في الشارع هنا ياه هل متعوره هل هو؟ هل هو؟ بسيت له قلت له أنا دلوقت راح في 60 ده فهو مش وقت أكشن مش وقت أير أكشنات الأوفر دي خالوا مش هنقعد نولتن نولتن بعدين أطلعوا بعدين نقولي أنا هري سويد كده ما عملش حاجة لا ده قلت له قلت له يا شريف شوف الموضوع ده عشان أنا رايح أنا مش عارف أن رايح فيين راحت ركبت العربية ومش في بلدنا كمان يعني مش عارفين رايحين على فيين ولا حقيقة ومش في مصر يعني مش عارف أن انت في اسم الدقي الموضوع صاب المهم معلش هو موضوع طويل بس عشان لا 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 فمهم ركبت العربية مش عارف إيه راحت عددت وقفه عنده كوبري أنا كنت بشوفه كل يوم بس أول مرة أخط بالي من الباب اللي تحت الكوبري باب عظيم وده ومكتب تفتح سلم نزل تحت الأرض نزلت دخلت لقيت باب حديد كبير وقفص بقى إلى ما لنهاية هروح فين أنا في الليلة دي مش عارف دخلت الراجل قال لي تاك تاك هاتبقت في الحجز قلت له لا ما عاليتش أنا ابن ناس وكده لا ابن ناس دي كتير ده طول المشوار ده طول المشوار ما عملتش حاجة أول مرة قلت له ابن ناس وكده فقال له بس طب بيته مع أفص اللبنانيين ولا مش عارف إيه الناس يعني مرتكبين حاجات فقاعدين في المكان فأنا ماشي مع الراجل رايح على الأفص فقلت له هو حدوتك أو أنا 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 مش هينفع بات مع مجرمين يعني لو ينفع بات في مكتب ولا حاجة على اساس يعني هنا فقال لي قلت له أنا مش هينفع بات مع مجرمين قال لا ايه راح بيتك في قفص اللبنانيين قلت له أيوة هما اللبنانيين دول لأني مش مجرمين فالله ما في الأفص اللي هما اللي في القفص في الأفص قال لي اللي عم بقلك اللبنانيين قال لي آه اللبنانيين أنا آسفة مؤكد مش مجرمين باركب غلط بارك المهم عاد الحكاية وجاء واحد ضابط بردو معدي قال لي هده مش إنت ابنه ولا محمود عبد الرئيس قلت له أيوه بس أنا أين هو أنا تعال ومشي المهم نفس الفكرة بتاع أي يعيني يعني وخلاص روحت إقلع أي ألحدة شيء اللي قلت لهم يا جماعة أنا ابني يعيش أنا مش أنا مفيش ألحدة حد يصدقها يعني مرة مفيش ألعت خلاص وبتاع ببص على القفص لقيت يعني شابين وبتاعه راجل عجوز أه بس أنا أعجب رجل خلاص بقى كده مهم ده بقى له عمر قاعد أنا قلت ده بقى اللي هنقعد بقى يعني إيه هنزبط بعض فالمهم هاته ما هي بقى من الكنتين وهاته بتاعه داخل القفص وتاني يوم الحد أجازة كمان ده في يومين يعني مفيش حاجة هتقر حلوة مهم داخل القفص فجأة كريم معمود عبد الرئيس فرح تقوله احتجاري أيوه بقى أنه رجع للزباط وتقوله ما ممكن أروح بينده علي روح روحت لقيت الزابط الأبيني في الأول قال لي الموضوع هتحله ومش عارف إيه وبتاع وانت بلايتي في حد هيجي ياخدك في دلت قاعد جابوا لي مياه وبتاع أقسم بالبشرة بالمياه بعمل كده والمياه عملها بالدلدق وعملت شوف كده مش ميصدق إن أنا هخرج جالي واحد من الإنتاج اللبناني نزل معه تليفون بيقول لي خد كله فقلت له مين قال لي أبوك بيك فرحت خلصت أنا بقى سكت أنا بقى انفجار عيات فرحت فرحت عايز أمسك نفسي ها ألو فرح قال لي ألو 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 حصل لك حاجة تقول لي أنا مفيش حاجة أعزلخ مفيش حصل لك حاجة قلت لي أنا فيش أنا كويس أنا مجدت حاجة حصل مهم يعرفوا يعني اللي أنا عرفت إنهم يعرفوا يوصلوا للسفارة دخلت المكتب فجأة قاعد لقيت باب خبط ودخل عليها راجل أصمراني كده محترم بعشقه بشنب فقال مساء الخير فأنا رحت باصس مش مساء الخير مثلاً مش طويلة مش الأكنة فراحت باصس فقال أنا محمد شعفقي من السفارة المصرية جاية استفد رحت قايم رحت معي الموسيقى رأفت الحجان ما يشبك طبعاً ده لقيت بحثي ممتاز بالنسبال بحثي العظيم وأخذته في حضني وأعطى ما عرفوش مجموع بس أحمه